تقاصم الأكراد والنظام السوري السيطرة على مدينة الحسكة منذ العام 2012 إلا أن المعارك الأخيرة انتهت بتمكين الأكراد لتواجدهم في هذه المدينة الاستراتيجية لينحصر حضور الحكومة السورية فقط في مؤسساتها الرسمية وانتهت المعارك الثلاثاء بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار برعاية روسية تنص وفق ما أعلن الأكراد على انسحاب القوات المسلحة من المدينة وتسلم وحدات حماية الشعب الكردية مواقعها إلى قوات الأمن الداخلية الكردية الأسائش لينحصر تواجد الشرطة المدنية التابعة للنظام في منطقة المربع الأمني حيث يقع مبنى المحافظة وتعد المعارك التي اندلعت في السبع عشر من آب أغسطس ودامت طوال أسبوع الأعنف بين قوات النظام والمقاتلين الأكراد منذ بدء النزاع قبل خمس سنوات حتى أن دمشق لجأت للمرة الأولى إلى شن غارات ضد مواقع الأكراد وصلت تصعيد بين الطرفين إلى هذا الحد لأن مدينة الحسكة كانت مقصمة بين الأكراد الذين يسيطرون على ثلثي المدينة وقوات النظام في الجزء المتبقي منها إلا أنه خلال المعارك الأخيرة تمكن المقاتلون الأكراد من التقدم وباتوا يسيطرون على 90% منها في من حصر تواجد قوات النظام على المؤسسات الحكومية في وسط المدينة وسكان مدينة الحسكة هم 55% من العرب مقابل 45% من الأكراد وفق تقديرات الخبير في الشؤون والجغرافيا السورية فابريس بالانش ويفوق من قبل المعارك الأخيرة عديد القوات الكردية في مدينة الحسكة عديد قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها ولهذه المحافظة أهمية اقتصادية كونها كانت المورد الأساسي للقمح في سوريا كما تشتهر بزراعة القطن فضلا عن الحقول النفطية التي تتركز في ريفها الجنوبي ترجمة نانسي قنقر